هلا وجدت طلعنا على لما عملنا linearization أخر مرة للموضل قلنا إنه Q dynamic sub out of T تساوي K في H dynamic of T تذكرين قلنا إنه السيستم لما عملنا له linearization هاي صارت العلاقة حوالين الoperating point الجديدة الoperating point الجديدة هي Q input bar Q output bar و H bar نحن قلنا عنده steady state condition راح تكون Q input bar بتساوي Q output bar أو Q input bar minus Q output bar بتساوي A1 لأنه التغير في الvolume تبع السيستم 0 وحكينا إنه كان لما عملناه لما عملناه كم inne realization صارت C d في A في G've على أثنين H bar بحثوا هون H مش variable اشش هون؟ الحارة هون steady state condition فصارت العلاقة dynamic relationship ما بين Q dynamic وH dynamic كو ديناميك أو زيرو تي نساوي سي دي في ايه بيجي على ثنين ايش بار ضرب ايش ديناميك هاي اللينياريز بس هاي ما بتعطينا داري تبعيشنز around the steady state يعني هاي بتوصف للتغير اللي بيصير هاي نفترض هاي نقطة نقطة steady state عندي ايش بار وعن نقطة steady state عندي كيو بار سواء تاني كيو ان او كيو او احنا قلنا الكيروف كان بس احنا عملنا linearization حولين هاي النقطة فصارت هاي المعادلة لو بتحطها بشكلها العام احنا منقول انه كيو توتل ان كيو توتل كيو نقطة ايزا بدك بتساوي دي رو فدولك انا كلهم مضروبين في رو دي على تي ويساوي رو دي ا موضروبين في رو تلcusة ايزا عاما الان عاما الان حيارة برزاو من هون لها هادي هون كيو هي كيو كلها اللي هي عبارة عن كيو ان ام برد زائد كيو dynamic input of T ناقص Q output bar ناقص Q dynamic output of T تساوي هون عندي D على DT تبرع عندنا ايه وعندنا جوا H bar زائد H dynamic of T مظبوط الكل فهم هاي المعادلة هاي بتحكي عن المعادلة الكلية للتانية اللي بما فيها steady state conditions اللي موجودة هون فاحنا منقول انه عند الoperating point هاي في عندي already H of bar و Q bar فQ bar زائد Q dynamic of T اللي هي Q total وQ out bar زائد بس نناقص كلها برا dynamic بتساوي التغيير بس احنا قلنا انه Q input bar وQ output bar بتساويين مش نيه بسا هاد مع هاد رح يشتب ولما بشتق H bar ايش رح يمشتقت H bar مشتقت constant by definition زيرو فبتسير عندي المعادلة الجديدة ناقص Q dynamic out of T بتساوي A H dynamic of T هاي المعادلة ايش باطر احولها اللي هي Q out حطناها هون هاي linearized equation مظبوط اللي هي هاي مش هاي linearized equation بين هاي وهاي اذا هاي مش فقدر اعوض مكانها لقوانتتي الموجودة هون فبصير عندي Q dynamic N of T باحظوا Q dynamic N هي deviation ما بين Q وستاوي ستاوي فهذه يعني لو انا كنت مستقر على 2.25 وقررت اطلع على 26 فكني عملت step function مقدارها قديش؟ واحد واحد ناقص محل هاي رح احط CD في A في square root G على 2H bar اضروب في H dynamic of T يساوي A H dynamic T ايش هاي هلأ صارت المعادلة اطلع عها هاي المعادلة first order differential equation هاي فيها H dot فيها H وفيها وفيها الانبوت منهم اذا نبلل هذا على الجهة التانية بصير عندي Q dynamic input of T بتساوي A H dynamic dot of T زائد CD في A في G على 2H bar هذا constant كله ما تشوف H هون تفكر فيه variable H هون H bar عبارة constant وبعدين عندي هون H dynamic of T هاي بادر اخدها الافلانس transport بس مين ال H وال Q اللي بحكي عنهم هون dynamic deviations from the steady state point اوكي فالآن هلا بادر اقول Q راح عمل dropping للdynamic من هون Q input of S يساوي A S زائد CD A G على 2H bar مضروبة في H مضبوط مش هيك صارت هاي مضبوطة مسروح اللي اعمل هيك لأنه هاي المعادلة صارت هاي linear صارت linear equation هون هلا ازا بدك حب R بتساوي واحد على CD في A G على 2H bar و C بتساوي A فصار عندي محل A راح عود راح اسميها C هي نوع من بس هي area انا عارف انها area وهاي راح تصير واحد على واحد على هلا هاي المعادلة بادر بطلع transfer function ما بين اتنين مضبوط شو بتصير transfer function يصير عندي output جدي هو F of S بتساوي Q input of S على H of S شو بتساوي C S نصبوط هيك Q out على high A A A A F في عنا اشي غلط طبعا P P A A إحنا شو ما اعتبرين للـ output؟ Q-input Q-input لا مظبوط إذن هاي معكوسة هاي لازم تكون H وهادي هون Q بتصير واحد على CS زائد واحد على R إذا ضرفت البسط المقام في R بصير عندي R هون وهاي بتصير واحد وهاي RC هديش الـ time constant لهذا system واحد RC وفي عندي هون Gain بيستاذي ستيتين قيمتو وكافيتل هلا لو بدعم